عايز افكر الجيل الحالي بمثالين مثل بعيد شوية في 2007 ومثل ودرس من حوالي اسبوع تقريبا 2007 انا كنت موجود في المباراة دي واحنا باللعب النجم السحلي هناك في نهاية بطول الدولة يا ابطال افريقيا المباراة الاولى انتهت في سوسة هناك في تونس بالتعادل السلبي ما بين الاهلي وما بين النجم السحلي قدينا هناك مباراة عالية جدا وكان لنا الافضلية قلنا مباراة العودة في مصر ان شاء الله نقدر نكسب فيها المباراة هتكون وسط ملعبنا وسط جمهورنا في استاد القاهرة الحمد لله كان الاستاد وقتها مليان قابلنا بعض الظروف الصعبة كان حكم سيء العرجون زي ما احنا متذكرين وقدر المباراة يعني كان لصالح النجم وقتها لكن انا باتكلم والرسالة دي لعيد تناد لأهلي لسه الامور لم تحسم واخسرنا المباراة التانية في استاد القاهرة تلاتة واحد وضع مننا اللقب اللي احنا كنا منتظرينه وكان كل الامال وكل التوجهات وكل يعني التوقعات راح عند النادي الاهلي ده درس مهم جدا في كرة القدم لسه المباراة القادمة لسه ما زالت الحظوظ متساوية ما زالت الحظوظ متساوية بين الاهلي والترجي الترجي فريق كبير فريق عنده خبرات كبيرة فريق بطل بطل النسخة 2018 و2019 فالنهار ده عنده من الامكانات اللي ممكن يرجع انا بقولي الكلام ده علشان لعبة النادي الاهلي تستعد افضل استعداد بقولي علشان الكامتين سيدا وحفيظ يفضل قافل على الفرقة القافلة اللي احنا شفناه هناك في تونس كان فيه تركيز كبير وبالمناسبة هناك كمان هقولي لحضراتكم حاجة برضو من ضمن الكواليس هناك لما احنا شفنا وجود الجمهور الترجي هناك والحكم المباراة هتتلغي المباراة هتتأجل الكلام ده كله ازاي تم ادارة الملف ده او الازمة ده في الوقت ده اول حاجة التواصل كما بين الكابتن خطيب رئيس البعثة والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامير عدلي الرسالة اللي تروح للعبة دلوقتي في الوقت الحالي ان النادل اهل هيلعب ولعبت النادل اهل هتلعب واحنا مستعدين للمباراة لو المباراة تأجلت نص ساعة او ساعة دي الرسالة اللي رحت للعيبة علشان كده شفنا استعداد اللعيبة وقتها مع بداية المباراة ما تحسش ان اللعيبة دي مباراة متأجلة لا ده اللعيبة كانت مستعدة وكان عندها دوافع كبيرة جدا هو ده الاستعداد اللي احنا عايزين نشوفه المباراة القادمة برضو بذكر اللعيبة بمباراة من اسبوع مباراة في كرة الصلاة الاهل والزمالك في كرة الطايرة ومشاء الله عندنا فريق الطايرة رجال فريق محتكر لعبة الطايرة فريق ليه رصيد كبير جدا عنده جمهور النادل اهلي ومحقق ارقام كبيرة جدا يعجز اي فريق انه حقاها راح المباراة اللي فاتت ما بين الاهل والزمالك في نهاية كأس مصر لكرة الطايرة واحنا فيزين رايحين واحنا قبل المباراة احنا كسبنا كأس مصر للأسف علشان كده ده درس مهم جدا درس لازم نتعلم منه درس قبل ملعبة النادل اهلي ان شاء الله تروح مباراة يوم الساب تعرف ان فيه شوت تاني هيكون اقوى من الشوت الاول فريق الترجي فريق قوي فريق جريح بلغة الكورة فريق ما عندهش حاجة هيبكى عليها معاني الشعباني اكيد هيحط استراتيجية اللي هيلعب بيها في المباراة سواء هيهاجم من اول مباراة او هيكون عنده تحفظ وممكن يغامر في الشوت التاني طول ما المباراة ماشية صفر صفر هو لسه في الجيم ولسه في المباراة ممكن يخطف هدف ويدخل تاني جو المباراة علشان كده ان شاء الله لعبة النادي الاهلي لازم تكون مركزة مليون في المية جهاز الفني مصر موسيماني اللي احنا دايما بنشيد به وهو ما شاء الله يعني ما حقا كمان ارقام ونتاج مع النادي الاهلي حاجة يعني حاجة عظيمة موسيماني اللي بيقدر يجيد في المباراة الكبيرة علشان كده ان شاء الله كل التوفيق للاعبة النادي الاهلي في المباراة المهمة القادمة يوم السبت وان شاء الله ان شاء الله يكون جمهور النادي الاهلي هو السند والدعم كمان بعد توفير ربنا سبحانه وتعالى مع الفريق في المباراة القادمة يوم السبت القادمة